يا لبنى وهي قصة شاب بدأ مشروع حياته مستعينا بوالدته حيث افتتح فريح أو فريح يعني ما هذا كنت بقول الاسم صح طبعا افتتح هذا الشاب ووالدته بعد انهاء دراسته الجماعية مطعم صغير في مدينة تابوك والتي تخصص في اعداد وطهي اكلة المنسف وتقديمها من داخل المنزل قصة كفاح ونجاح تروى من خلال هذا التقرير والله كنت يعني كان بالبداية كنت شاركة يعني في المريس في قدر المريس وقدر اللحم يعني كذا يحب علي كم كيلو مريس فكان يتعلم عن طريق يعني فبالحمد لله شوي شوي يتعلم يعني ما اخذ وقت طويل يعني فريح يروي يجيه زبون يتصال فيروح للحراج في يوفر الذبيحة ويتصل علي والجهزين للمطبخ يعني فأقوم في غسل قدر والاستوانات والغاز وهذه فيكون جاهز والمريس يكون جاهز عندي غسله وابدا اشتغل رقعه فهو يجيب اللحم فيبدأ يولع المركبات وحط المريس وجهزه هذه وركبه ويغسل الرز وبعدين نبدأ في الشغل كله وخلاص الحمد لله يعني فريح ما شاء الله عليه ذكي بسرعة ما يتعلم يعني فأخذ الطريقة مني وأبدع فيها يعني أكثر مني يعني بالنسبة للتأسيس فكرة غير ومخطط لا نهائية يعني بدأنا من لا شيء من الصفر تقلت بول هاوي للطبخ وبس منسف طبخة ثانية لكن توجه للمنسف بسبب اني هاوي الطبخة هذه بنفس الوقت الوالدة الله يزاها خير ما قصرت معي دعمتني من الصفر يعني من المطبخ من أسيسيات وكنت أساعدها يعني بالطبخة هذه تخرجت من الجامعة وفاضي ما عني شيء فتوجهت للشغلة هذه بسبب يعني اللي فاضي يصن فاضي وبنفس الوقت ما تمكن منها والله عندي الناس اللي متابعين في ريح خصوصا بسنات يعرفوا اني أنا ليه وقت أستقبل فيه ووقت ما أستقبل بعدي يعني استقبل طلبات طولة اليوم إلىين صارت المغرب بعد صارت المغرب بالعادة ما استقبل طلب لاني خلاص أكتفي بالكمية المطلبة مني والله بالنسبة العايد المادي بعض الأيام يكون علينا يعني ضغط مرة الشكل موسيط لدرجة اني أرفض طلبات بالأيام يعني بالنسبة يعني للشباب أو يشوف نفسه فاضي ولا عنده شيء وخصوصا يعني اللي عنده شهدات جامعية وكذا يتوجه لأي عمل حر سواء من البيت أو مثلا من المزرعة أو مثلا من أي مشروع حر يعني الواحد قد ما يقدر ينصحه صباح يروح يدوي الرزق مع الناس